ننتقل مباشرة إلى شارل أيوب رئيس تحرير صحيفة الديارة اللبنانية قلوبنا معكم سيد شارل نود أن تحدثنا الآن عن ما تلاحظ ما الذي يوجد اليوم في البيروت كيف تعيش هذه الليلة العصيبة مساء الخير ومساء الخير لجميع المستمعين ومشاهدين أشكر أشكر على عاطفتكم وأن قلوبكم معنا بيروت الليلة بيروت هي الحزينة والمنكوبة بجرح كبير نتج عن انفجار لمواد كيمائية هي نيترات بسوديوم وحجمها 2700 طون وفق ما تم تسريبه من الأجزاء الأمنية والعسكرية في لبنان الليلة بيروت من دون كهرباء بيروت الأبنية كلها شبه مدمرة في محيط مرفق بيروت مرفق بيروت دمر كليا لم يعد صالح للعمل قبل أشهر أو ستة أشهر الشوارع القريبة إلى منطقة مرفق بيروت بمدى 10 كيلومتر في دائرة قطرية أي من تقريبا من وسط بيروت إلى 10 كيلومتر جنوبا وشمالا وشرقا كلها بمنازل مهدمة الزجاج يغلق الطرقات الأبواب مشرعة هناك حتى الآن إحصاء لعدد الشهداء ما يقول أنهم وصلوا إلى المئة وأكثر وهناك 3000 جريح وفق أرقام مزارة الصحة اللبنانية فبيروت تعيش مأساة الليلة سيد شارل تصف لي مأساة وكارثة حقيقية اليوم كيف تتصرف السلطات الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ما تقوله يعني أن هناك الكثير من الأشخاص اليوم تحت الأنقاذ كيف تتدخل السلطات لإسعاف هؤلاء وإصال الجرحى إلى المستشفيات السلطات تفاجأت بحجم الانتجار لم تعرف حجم الأضرار والخسائر والدمار لمدة ثلاث ساعات من حصول الانتجار لأنه بعد أن قامت بكات تليفزيون وصورت في بيروت من صور للشوارع للأبنية المهدمة لصراخ مدنيين من أبنية وأن هناك منهم تحت الركام وما حصل في مرفع بيروت تصرفت في البداية بضعف لكن اجتمع مجلس التفاعل أعلى وقرر إعلان حالة طوارئ في بيروت السكان يطلبون أن ينتج الجيش اللبناني في العاصمة بيروت وقوى الأمن لأن الأبواب كلها ممزقة ومحطمة وهناك سكان تركوا منازلهم وهناك خوف من حالة فوضى في بيروت لكن الحمد لله تمت السيطرة على الوضع وسلطات تحاول السيطرة على الحريق وحتى هذه الساعة لم تستطع رغم استعمال طوافات وكل قدرة هناك حريق متمركز أم هناك بؤر لهذه الحريق هناك حريق واحد فقط الآن حاليا هناك حريق واحد لكن حريق ضخم بدائرة 25 إلى 30 مترا طيب هل هناك طائرات هليكوبتر هذا ما نراه منذ قليل كنا نرى طائرة هليكوبتر تحاول إخماد هذا النيران كيف يجري السيطرة عليه؟ هل تمتلك بيروت ولبنان فرق إنقاذ قادرة على التدخل في مثل هذه الأوضاع التي توصف بالكارثة الإنسانية؟ لا تملك القدرة على أطفاء هذا الحريق الناتج من مواد كمائية لأنه لا يجب رمي المياه على المواد كمائية المحترقة تحتاج إلى رمي 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 البحر وتراب وأتربة عليها ومواد خاصة للمواد كمائية وعلى ما علمنا من عدة مصادر أن هناك غدا تتصل من فرنسا وربما من روسيا من موسكو طائرات تحمل مواد إلى مطار بيروت لتنقلها طوافات تابعة لسلاح الجو اللبناني وترميها فوق الحريق لإطفائه وفي وسط هذه المواد نعم شكرا جزيلا لك سيشار الأيوب على كل ما تفضلت به